منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من تشرين الأول من العام الماضي تعيش العملية السياسية في العراق شللاً تاماً وذلك بسبب الصراع على تشكيل الحكومة وتمسكه كل طرف بمواقفه فقمها أعلان رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي استقالته من منصبه في خطوة مفاجئة أربكت المشهد السياسي المربك أصلاً سياسيون رجحوا أن الهدف الأساس من طرح الحلبوس استقالته للتصويت في البرلمان هو الرغبة في تجديد ثقة النواب به بعد سلسلة من الهزات السياسية والأمنية التي عقبت استقالة حلفائه نواب الكتلة الصدرية في الثاني عشر من حزيران الماضي وصعود نواب جدد إلى مجلس النواب معظمهم من الإطار التنسيقي المقرب من إيران مصادر برلمانية أكدت أن قرار الحلبوسي بالاستقالة جاء في ظل أنباء عن قرب إعلان تحالف باسم ائتلاف إدارة الدولة يضم بين مكوناته قوى الإطار التنسيقي للتصدي لتشكيل حكومة جديدة سعياً لإقصاء مقتدى الصدر كل هذا يتزامن معلان البرلمان الحالي عقد جلسة الأربعاء تتضمن التصويت على الاستقالة وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس مراقبون رأوا أن بقاء الحلبوسي في إنجاز مهمه رئيساً لمجلس النواب فأنه بحاجة إلى إعادة ترميم علاقاتهم مع قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك عبر اتلاف إدارة الدولة والذي يضم الإطار التنسيقي والحزبين الديمقراطية الكردستاني والاتحاد الوطني وتحالفي السيادة وعزمة ما يمثل تصاعداً وتفاقماً لصراع السياسي المستمر منذ نحو عام ووسط مخاوف من تحشيد الشارع مرة أخرى من قبل أطراف الأزمة السياسية من كتل وأحزاب وميليشيات